بسم الله الرحمن الرحيم والسلام علينا محمد النبي مصر الكريم وعلى آله وصحبه وسلم الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور ورحمة الله وبركاته بعد معركة أجنادين وقعت معركة على الأرض الأردنية أيضا وهي طبقة فحل طبقة فحل هي مدينة الحجان اسمها طبقة فحل واليونان اليونانيين عندما احتلوها سموها بيلة 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 يعني المكان الجميل والمدينة الجميلة وطبعا هي طبقة فحل بس للمعلومة للمعلومة الأردنيين هي كانت عاصمة مملكة الهكسوس الهكسوس كانت مملكة قبل الباشانيين قبل الباشانيين اللي كانت عاصمتهم بيسان وعاصمتهم درع الصيفية والشتوية فالهكسوس كانت عاصمتهم طبقة فحل وكانوا يحكموا المنطقة وفقيا يعني بمعنى هم بحر الأبيض متوسط شمال فلسطين وشمال أردن بلاد حوران إلى أن تصل إلى تخوم الفرات لكن اتفقوا ملوك الأردن في حين أنهم يسكروا البوابة المصرية كان أكثر شيء ما يقلق المصريين هو البوابة الأردنية عبر وادي اسمه وادي أطميلات في منطقة شرقية من مصر العربية فذهبوا هذول الجماعة وراحوا وعملوا وعملوا اجتماع للملوك في منطقة الطفيلة الأدومية يعني تقريبا اللي الآن نسميه إحنا عابل والعين البيضة طبعا يجوش كثيرة تبعوا واتفقوا أن الهيكسوس يذهب ويحتد مصر وسأولهم عربيات من الشجر الذي كان فيه وادي العربة فسموه وادي العربة وليس عربة وادي العربة لأنها عربة الهيكسوس عربة الملك فسموا عملوا العربات وذهبوا إلى بقي الهيكسوس الباقيين بقوا أيضا في الأردن أجوا الباشانيين أخذوا منطقة الطفيلة فالهيكسوس انكفأوا على شمال فلسطين فقط وكان أيضا في فترة وفترات كانوا يحتلوا القدس والقدس طبعا حديث بعدين القدسي أصلا هي كانت سكانهم كانوا من مملكة بيريو الأردنية من منطقة الرام والكفر حالية فإذن طبقة فحل هي يعني عند حد سهن وعر على رأينا الأردنيين سهن وعر في المنطقة شرقي البحر شرقي مجر النهر سميها طبقة فحل فكان فيها معركة كان فيها هناك جدود كان في هذه المنطقة القبائل التالي العربية التالي نفس القبائل اللي حكينا كانت قبائل الواسع تلقى مثلاً جذام في الجوف وفي في 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 حسمة وفي معان وفي البلغة وفي الشمال قبائل 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 عبارة عن شعوب وكانت جذام وكان في منهم بني غسان وكانت من قباع وكان من بني عاملة وكان من بني سليحة سلمبيل قباع عاصم فكان موجودين هناك هذول أرسلهم سيدنا خادم ودي طلعاً قالهم يا عمي احنا عرب وانتم عرب وهذول جماعة محتلين لبلادها احنا جايين نحرك من الاحتلال شو اللي تشوفوا قالوا والله احنا جاهزين فصار اتفاق ما بين القيادة الإسلامية ما بين القيادة العشائرية الأردنية في بطاق التبعات انهم يهربوا الأولاد والنساء إلى منطقة بيسان إلى منطقة بيسان ويبقى فقط الرجال الموجودين في المكان اللي هم من هذه القبائل فيهربوهم ويقوهم إن شاء ما يروحوا بلاتهم ونسوانهم وأطفالهم السبايا لأنه كان ما فيه رحمة ما فيه رحمة ما اسمع انتها رحمة فاتفقوا على هذا الأساس قبل المعركة النقطة الثانية اللي اتفقوا عليها إنه يتم أنهم هم عفوا أنه الروم ساو فجروا السد فصالت الغد كل هطين والحديث بقي في هذا الموضوع والسلام عليكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر